كلام طيب كلام طيب لقاء تواصلي من أجل البوح والحك والفضفضة لمشاكلنا اليومية في العلاقات الأسرية والغوص في عمق الحياة النفسية والاجتماعية في عمق الحياة النفسية والاجتماعية كلام طيب فضاء حر لكم مستمعين الكرام مع الدكتور طيب كريبان ونلتقي اليوم لنتحدث عن موضوع عنده علاقة بموسم عشوراء عشوراء مرتبطة بقضايا مختلفة سوف نتطرق كل ليلة عن موضوع على حدة له ارتباط بعشوراء وهذه الليلة سوف نتكلم بإذن الله تعالى عن ظاهرة تنتشر وترتبط بعشوراء وهي السحر والشعودة التي تنتشر في هذه المناسبة ليلة عشوراء ليلة عشوراء هي ليلة مميزة تصادف العاشر من محرم الحرم هذه الليلة هي اختلط فيها الدين بالوثني والسياسي بالعقدي عند مجموع التسميات تسمى ليلة الشعالة وكلك يسميها ليلة المجامر كما يطلق عليها بعض المشعودين والمشعودات بل كالقوب أن بعض الشوافين والشوافات يتحولون في ليلة عشوراء إلى نجوم كبار يقصدهم أصحاب الحاجات خصوصا النساء ممن ضقت بهم الحياة كنتظر المناسبة للعاشراء بفارغ الصبر لتجريب بعض الوصفات سحرية إما بقصد رفع التابعة أو دفع العكوسات عن الزواج وإما لجلب الحظ السعيد أو لجلب الحبيب الغائد أو لترويد الزوج على الطاعة والسمع أو لتجديد الثقاف ضواهر كثيرة تستعمل في مثل هذه المناسبة مش غير الناس لهم غير متقفين عندهم الأمية وعندهم الجهل حتى الناس لهم متقفين ولهم عندهم مستوى عالي من العلم خلقوا مثلا في بعض القطاعات الوظيفية موظفين في مراتب عليا يلجأون إلى مثل هذه الممارسات مثلا وضع غبار شفاف في مثل هذه المناسبة على مكاتب بعض المنافسين معك في الموظف في العمل أو في الشركة أو في الإدارة يصنع غبار شفاف يرمى على المكتب إما بقصد أنه يتنحى عن وظيفته أو أنك تكسب ودى المدير أو المسؤول في هذه المناسبة كتنتشر مظاهر خطيرة دي الشعودة وكتنشط الحركة دي البيع عند العطارة العطارة كعضو أسيد الموقف كيبيع أعشاب ومواد مختلفة كلها تستعمل كوصفات سحرية كالقوا بعد العطارة يتاجرون في مجموعة من الحيوانات الحية أو الميتة مثل التعاليب والكلاب والقطة البرية والضفاضع والسلاحف والقنافب والتعابين وغيرها من المخلوقات المستعملة في الشعودة والسحر وكالقوا كذلك واحد الحركة مريبة بعض الناس يقصدون المقابر المهجورة وكيمشي الروضة المنسية وهنا يتم استغلال المجمر والبخور وما يسمى بالشروطة وأشياء أخرى حينما يقترب موسم عشورة هذه الناس اللي هم عندهم نيات سيئة ينشطون في هذا المجال وبالمقابل تلقوا فوبيا عند بعض الناس الآخرين اللي تشعروا بالقلق وبالخوف خصوصا الرجال بعض الرجال اللي عندهم علاقات مع بعض النساء واللي غير وطيدة وغير سليمة تبدي خاف تقول عندك نقع ضخية أعمال سحر المنطرة فلانة أو فلانة غتقلب حياته رأسا على عقب أو قد تصيبه بالسوء لأنك خاف لا يدعو له تقف أو يدعو لها جلب الحبيب تكتفوه وكيجيبوه خاضع ركع لهذا كلقوا بعض الرجال يعمدون إلى مغادرة المنزل خلال يوم عشرة وآخرون يحيطون تحركاتهم بسرية وآخرون يتفادون أماكن معينة هذا الخوف والشعور بالفوبيا كيسترطل بعض النساء بعض النساء اللي عنده وحد الراجل المبارك خيف عليه اللي يضيع منها وتخاف على أبنائها من التعرض لمكره أو يصيبهم مس من السحر هذا الأمر دي العشرة وتزدهر فيه مظاهر الشعودة هذا شيء قديم قدم التاريخ كالقول يهود مارسوه بل وأكثر من اليهود مارسها أهل بابل ومارسها أهل فارس وأهل مصر وغيرها من البلاد في التاريخ القديم لأن بعض الأقوام يكونوا مسكونون بالشعودة يكونوا مهوسين بالسعر يكونوا يتطلعون إلى الغيبيات ويحاولون التعامل مع الخوارق فمنذ التاريخ القديم كانت الشعودة واحد في العصر الحالي تلقوا مازال الناس مفتونون الشعودة لعالم الغربي الآن أوروبا وأمريكا لفتقدم العلم والتكنولوجي مازال الناس عندهم اهتمامات بالتطلع إلى الغيبيات والتعامل مع الخوارق ومنهم من هو عنده هوس بالسحر والشعودة ربما الكل يذكر بأن بعض الناس في أوروبا في خوزن بريطانيا فتنوا بقصص وأفلام غريبة عن السحر والأرواح والأشباح مثل قصص هاري بوتر الشهيرة القرآن الكريم يحكي لنا بأن هذا شي كان منذ زمان كان قبل ملك سليمان حينما يتحدث القرآن العظيم يقول الله تعالى واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر السحر علم عنده قواعد وعنده أسس يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه هذه أهم خاصية عن السحر هو التفرق بالأزواج لمشى المحكمة دي الأسرة غضي القب بأن القضاء ما بقوش كيحكوريوسهم والسبب لأن عدد الطلاق كتير ولتأملنا فيه أكل قوش مشاكل اقتصادية أو اجتماعية أو نفسية بقدر ما كتدخل الشعودة بقوة في التفريق بين الرجل أو المرأة وهذا ما شي فقط طبقة الفقيرة أو الجاهلة أو الليمات كراتش احتى الطبقة المتقفة طبقة اللقارية احتى الطبقة السياسية فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشكره ما له في الآخرة من خلاق ولبيس مشار به أنفسهم لو كانوا يعلمون هذا السحر انتشر حتى في أهد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو وسيلة للتخلص من بعض الناس التاريخ السياسي دي المجموعة حضارات ودول كان القواب أن الصراع على السلطة كيدخل فيه السحر حملوا واحد ربما غيروا له فكره وغيروا له صحته بالسحر حتى في عصر النبوة لما نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسلام وجاء لكي يغير الوضع المعوج وجاء لكي يصحح المصار وجاء لكي يعيد الناس إلى الفطرة السليمة اعتبروا بأنه سوف يسيء إلى مصالحهم فبجميع الوسائل حاولوا محاربة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم داروا للحصار الاقتصادي داروا لها الظلم العدوان وجي واحد اليهودي قال لهم أنا عندي طريقة سهلة بلا حرب بلا سلاح غنظر السحر ومحمد صافي غنقديو عليه هذا اليهودي يسمى لبيد ابن الأعصم هو من بني زريق واليهود معروفين في الجاهلية بالسحر إلى يومنا هذا إلى يومنا هذا معظم كبار سحرة في العالم العربي والغربي من اليهود جهد لبيد ابن الأعصم وداروا حدل الجدادة وكتب فيها اسم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذي وقع للنبي الكريم شعر بتغيير غريب كتقول أمنا عائشة رضي الله عنها كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله دالي سحر التخيلات وده سحر خطير اليوم كالقوم الزاف ديال الناس مرضى كيمشيوا للمساحات النفسية وكيتعالجوا عند أطباء هما ما عندهم أمراض نفسية هما عندهم سحر ديال الخيال الفاسد كتوقع لتهيئات وتخيلات لما راكت تخيل بأن رجلها بقى يقفلها والراجل كي تخيل بأن المرأ بغى تخونه وهكذا الشريك مع شريكه وغير ذلك فهذا النبي الكريم المعصوم وقالي هذا الحدث دالي سحر التخيلات حتى كانت أمنا عائشة تقول لكتبة الوحي لا تكتب عنه شيئا غير القرآن القرآن من عند الله لن يتغير ولكن الكلام لكي يقول النبي حافظوا ما تكتبوهش لأنه يخيل إليه يفعل شيء وما يفعله ضل سيدنا رسول الله على هذا الحال لأيام معدودات حتى جاءه الملك من عند الله وقال له يا محمد فإنك مطبوب فلما تم التساؤل من طبه قال لبيد بن الأعصم قال ماذا فعل قال لي دالي البقايا الشعر دياله الشعر دياله داروا فيه واحد المشطة خادوا المشطة دياله خادوا بقايا الشعر وداروا فيه واحد ترميمة سحرية وراموها في بئر مهجورة عجب النسك يمشون روضة المنسية راموها في بئر مهجورة تسمى بئر ذي أروان بئر ذي أروان فالنبي الكريم اللي عرفها بعت بعض الصحابة واستخرجوها فقالوا يا رصد الله أنا حرقها قال بل ادفنوها فأنزل الله عليه لكسع نزل علي القرآن العظيم سورة الفلق وسورة الناس كل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاتات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد في هذا الوقع نزلت سورة الفلق كما نزلت سورة الناس قل أعود برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس هذه تسمى المعودتين فهي من أقوى آيات التحصين فكان النبي الكريم يقرأ بهما يجمع الدهب جوج ويقرأ بهذه الآية السورتين وينفت على جسمه حتى ذهب عنه ذلك الإحساس معنى من شر النفاتات في العقد النفاتات هما الساحرة اللوة يعقدنا في سحرهن وينفتنا عليه فهنا العلماء قال لك لماذا سيدنا رسول الله وهو النبي وهو المعصوم كيف وقع له ذلك قال لأن سيدنا رسول الله جميع أنواع الابتلاءات التي تقع للبشر نال منها نصيب صلى الله عليه وسلم ما في ابتلاء عاش اليتم الفقر الضلم التهميش تهم امرأته بالخيانة الزوجية طلقت بناته جميع أنواع ما يخيل إليك من المعاناة تلقى هذا النبي ربنا عز وجل أراد أن يبتله فصبر ومن ثم ربنا عز وجل رفع مقامه وقال إن الله وملائكته وملائكته يصدون على هذا النبي لأنه فقد تخيل أنه صبر واحتسب في عشرة نحن الآن على أبوابها الناس يهتم أصحاب القلوب المريضة الناس أصحاب القلوب الخبيطة يبغي ضر بعضهم بعضا ويبدو يقلبوا على أنواع السحر كالك يستعمل السحر دي الضرر هو السحر الأسود كي تسمى السحر التفرقة يفرقون بين المرء وزوجه كدقل شحال ناس كيتخاصموا شحال دي من ناس كيتطلقوا وكالك كدليهم سحر البوار والعياذ بالله سحر البوار التجارة كتبور عنده محل تجاري عنده مقهى مطعم فندوق حمام ما كيش رواج تجاري بوار وكين البوار دي البنات ميتزوجوش كيبقوا ثم حاصلين عند والديهم هذا سحر البوار وكين السحر الأبيض اللي كيتسمى السحر المحبة حنا في التقافة الشعبية عندنا في المغرب كالقوا النساء كيتكلموا على بعض الوسائل اللي هي ولات معتادة عندهم وكتذكر في في عشورة مثلا كالقوا في عشورة كنديروا بعض الواجبات المطبخية الناس عارفين انهم لتعاشورة كنديروا كسكسو بالجديد خصوصا بالديالة دي الحولي هنا كتجي مولات الدار كتصوب الكسكسو كتدير الديالة دي الحولي وشيك بديدات وكردسات وكتجي الديل دي الخروف اللي احتفظت بملكبش وكيكون مجفف بالملح فيتم حشو الديل بمستحضارات سحرية وكيتم قول بعض الكلمات وإغلاقه بالقفال دي الكسكاس ومن بعد تراني معينة كيستعملها بعض النساء المارضة في عقولهن وكيقدموا الوجبة وكتحص بأن الزوجها يكل منها ما الذي يقع كيقول لك هذه وجبة كيجعل الرجل طيعا في يد زوجته كيعدل قتله يقول له وخا هذه الوصفة يدوم مفعولها عاما كاملا العام كله يبقى الرجل هكذا لكن كيسر العام كيسر المفعول فتضطر المرأة إلى تجديد هذا هذا الأمر هذا كالقوا كذلك بعض النساء اللي كتخاف على رجلها لأنه عنده علاقات مع النساء أخريات مخلت ما دارت معه هو عينه خضراء كل مرة كي عينه زيغاء كي مشى عند هذي عند هذي أشغى نديرو له كتقول لها صحبتها ديري ليه ثقاف ما هو التقاف هو كتربط الرجل عن معاشرة النساء وهناك يستمع المجموعة للأشياء الخبيثة حيوانات خصوصا ما يسمى بالذبان الهنبية وكيدروا رأس الضفدع المجفف والشدق دير الجمل وكيدروا حد ترتيبة معينة ثم تدفنه في الروضة المنسية وكتب قادة الراجل المسكين هكذا ما كيبقاش عنده القدرة على الجمع وكيمشي عن الطبيب النفسي وعند الخبير الاجتماعي كيقول لي عندك مرض نفسي عندك ربما ترقمات دي الأيام زمان ربما إحباط ربما قلق توتر اكتئاب هو عنده غير تقف وهذا شيء ينتشر في هذه المناسبة كالقوا كذلك بعض النساء يقول لك هذا سحر أبيض المرأة اللي كتبغي الراجل دي لا يبقى دائما معها ولكن غير يجي سريع إليها وديما كيبغيها وديما كيقطر عينه منها كتسمى التقف الشعبية بما يسمى بالشروطة الشروطة هي قطعة دي القمش مالكي كل علاقة بالمرأة الرجل المادية الرجلية اللي كيخرج بكيطري المرأة كتمسح ذلك الموكي بقى تحتفظ في الشروطة وكتخليه وكتدر فيه سبعات دي التمرات دي العشورة واحد الوصفة لا ينبغي أن نذكر هذه الأمور مخافة أن بعض الناس ضعاف العقول والقلوب يطبقوها المهم هذه الشروطة تتحرق تتحرق في الشعالة دي العشورة ومالتما الرجل يحرق قلبه ويصبح هائما بحب زوجته ما كيشفها إلا هي هي ملكة جمال العالم وأي أمر طلبة منك نفضه ينسى الأم وينسى الأخوات وينسى الوطن وينسى العقيدة وينسى كل شيء أمرته هي كل شيء فإذا غاب عنها ربما مش بعيد لأن من طريقة للإبطال النخص يقطع البحر إذا قطع البحر صافي كي يدوب دك شيء كيقولوا له عندك ما هي تحريك الشرويطة الملعونة كتحركها كي عاودوا جاء عندها مباشرة كيقول لشبيك كل بيك اللي بغتي بني بيك هو كتبقى المفعول للشرويطة مفعول هذا الوصفة لعام بالكامل من عاشرة العاشرة لهذا النسى كيحاولوا يجددوا في هذا المناسبة والكثير من الرجال كيشعروا بالفوبيا اللي تقرس كي عاودوا الشعر بأنها وقربع شعورك كيضروا راسوا وكتلقى مخلوع ومهموم يا ربك غدين دير هاتشي هداء تقافة ذرها اليهود منذ زمان منذ عهد سيدنا موسى عليه السلام ونحن في ديننا الإسلامي اللي هو دين الحق ودين العدل تلقوا بأن ربنا عز وجل نهانا نهيا صارما عن مثل هذه الأمور قال لنا ويل لمن استباح إتيان السحر لكي دير هاتشي كله ركي أدي نفسه وكي أدي الآخرين ويوم القيامة غد يكون حساب ديانهم عسير جدا كما قال سبحانه ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا سأما يزيرون ألا سأما يزيرون كيعد الإنسان يوم القيامة يعدب من أشد الناس عذابا يوم القيامة السحر والمشعودون لذلك ربنا قالنا ولا يفلح الساحر حيث أتى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم عند الضعف من أجل ذلك نبي الرحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يوصي الأمة ويقول اجتنبوا السبع المبقات قالوا وما هن يا رسول الله قال الشرك بالله والسحر بدأ بالشرك بالله لهو أعظم دنب وبعده السحر خطير عدقل وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتين والتولي يوم الزحف وقد في المحصنات المؤمنات الغافلات ثم قال النبي الرحمة صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد السحراء استعملوا وسائل خطيرة جدا للإدرار بالنس لأنه علم يتعلمون منهم من يقوم بالاستعانة بالأرواح الخبيطة أرواح الجن يسخرونها ويستخدمونها منهم من يتواصل مع الكواكب والنجوم من الساعة التنجيم يظن بأن الكواكب والنجوم هي مدبرة لهذا العالم وكي اعتبر السحر له أوقات يتم عمله في ساعة معينة في شهر معين سنة معينة توقيت محدد حسب دوران الكوكب والنجم وكل السحر محدد بوقت تزداد في حالة المريض لأنك يكون عنده علاقة بالتنجيم وحركة الكواكب ومنازل الأبرج وهذا السحر يكون أشكال أخطره بث الأوهام والتخيلات فالنفوس خلقت مطيعة للأوهام كلك تخيل بأنه يسقط من مكان عالم وكلك تخيل بأنه شي واحد غد يقتله أو المرأة تخيل رجلة غد يخونها أو الراجل تخيل المرأة غد آده بشي سم أو الأب تخيل بأنه أولاد يستعجلون موته لتقسم التاركة وغير ذلك هذا كتسم الأوهام والتخيلات وربنا عز وجل ذكر هذا النوع اللي هو كتية فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم ومنهم من يستعين بخواص لأدوية هين بعد السحر المشعودين عندهم ألعاب هلوانية بيديهم كيجي عندك وكيكذب عليك عنده أوراق كتفتح وكتسب عنده وحد المواد بحل الزأبق كتمشي وكتجي هذه كلها أجنحة الوطوات أو تراب المقبرة المنسية وبيض الأفعى أو قوائم تعلب وروت الذئب أو بين مخ الضبع وزغب الفار هذه كلها الشعوة عالم متداخل متناقض يتوحد فيه الممكن بالمستحيل هناك القون النسكي شعره بالخوف عندك شيء وحد عدو ديلي مخاصم معه عندي معه شيء حسابات السياسية ولا اقتصادية ولا اجتماعية ولا عاطفية هذه المناسبة بغير درني إن سمعوا نسع علماء النفس يقولوا بأن هاتش اللي يذكروه الناس حول الشروط أو الدية الذي حوله وكي تصب الإنسان بالخوف الفوبيا هذا مجرد كلام فارغ لا أساس له من الصحة وكي تطلب العلماء النفس أن الإنسان ينبغي التخلص من هذه المعتقدات الخرافية ولكن كيف أتخلص منها يقول لك علماء النفس لابد من تقوية جهاز المناعة جهاز المناعة ديالك النفسي قوي كل ما قويته تكون في حماية أو يقول لك لابد أن تقوم بزرع الثقة في النفس ديالك ثقة في النفس ولكن مع ذلك يبدو بأن لشي واحد ديرك في راسه أبغي أديك هذا الجهاز المناعة معي قدواله وديك ثقة بالنفس سرعان ما تسقط لهذا ننقل الأحباب كيرام ديالنا أشنهي الطريقة لكي نشعر بالأمن والأمان والسلم والسلام سهلة بسيطة جدا لا تحتاج منك إلى جهد ولا إلى أموال فقط أطلب منكم مستمعي الأفاضل جزاكم الله خير أن تهبوني وقتكم التمين للحظات أحسن طريقة لكي تحفظ نفسك وأولادك وزوجتك وأحبابك تحفظهم من هذه الشعودات وتتوقع من السحر ومن غيرها ماذا عليك أن تفعل أولا لابد أن تغرس في نفسك حسن التوكل على الله لابد أن تكون متوكل على الله تعتقد بأن الذي يضر وينفع هو الله الذي يعطي ويمنع هو الله خلي عندك أد الله في قلبك خليها قوية وغيرها تشوف بأن التحجم قد قضي عليك نهائيا وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله إذا رب يعطي الإذن راكين في التأثير إذا رب يسحمل لك الإذن ويبقى الساحر والمشعود يحرق في الشراوط ويدر المجامر ويبقى للنهار ما يقضي من قواله التوكل على الله عز وجل هو من أعظم لما تدفع به الآفات وأنفع ما تحصل به المطالب فمن توكل على الله كفاه أموره كلها إذا قال ربنا عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه انتهى ومن يتوكل على الله فهو حسبه الله هو الضار الله هو النافع الله هو المعطي الله هو المانع ثم بعد التوكل الصادق على الله لابد أن نمتتل أوامر الله ونشتنب نواهي نحرس لأن من حفظ أوامر الله ونواهي حفظه الله لإحفظه من الله ربك يحفظه إحفظ الله يحفظك هكذا قال النبي الكريم إحفظ الله يحفظك وقال الله تعالى فالله خير حافظ وهو أرحم الرحمن كيف يحفظك الله بأنك تحفظ دينه لك تسمع الدين كتحترموا كتقدسوا كأن بعض الناس كيزعم على القرآن وكيزعم على النبي الإسلام وكيزعم على شرائع الدين لابد أن نغير الإرث لابد أن نطور الخطاب الحادثي المتعلق بالتفسير القرآني لابد أن نغير كذا وكذا كيزعم على القرآن الكريم والعبادات كيتسهل فيها فهذا ما حفظ القرآن الكريم كيكون كيكون هو بنفسه بابه مشروع ومشرع لكي يصاب بالسحر ويصاب بالشعودة في مثل هذه المناسبات هذلك أيها الأحيب الكرام من أفضل الأمور للوقاية الحفاظ على الصلاوات الخمس الصلاوات الخمس لكي حافظ عليها رهي محطات مباركة بشرب يحفظك من كل سوء نحافظ على الصلاة في وقتها مع الجماعة حماية كي تكون مع المؤمنين وكي تكون مع الصادقين في بيت الله تعالى حماية وخصوصا صلاة الفجر صلاة الفجر اللي وضب عليها هذا عمره مخاف هذا عنده حماية من الله قال النبي الكريم صلى الله وسلم من صلى الصبح فهو في دمة الله لصلى الصبح رعد تأشير التأميم من عند الرحمن كان في دمة الله لم يكن للشيطان عليه السبيل كذلك نحافظ على تلاوة القرآن العظيم قرآن العظيم حسن حصين حرز مكين جميع القرآن العظيم ولكن بالخصوص بعد الصور مثلا سورة البقر إذا قرأناها في البيت ما يقرأ بلك لا شيطان ولا سحر ولا مشعود قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ملكة تقرأ البقرة الشياطين والمشعودين يضعون أصابعهم في آذانهم ويستغشون ثيابهم ويفرون بعيدا كيهربوا كيتحرقوا سورة البقرة قال النبي الكريم اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة البطلة هما الصحارة أيضا قبل ما نعس نحرس أن أقرأ آية الكرسي عند النوم فنبي الرحمة صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي إذا آوى إلى فرشه لا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح ولا يقربه شيطان نقرأ آية الكرسي وانتمعا فيها يدخل عندك حماية من عند الرحمن وأيضا قراءة المعودتين المعودتين قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس أيضا من الأمور اللي كيشعر بأنه مسحور أو يخفي تسحر وعنده الفوبيا من عاشراء طريقة سهلة إلا كان إنسان ربما بعض الموظفين وبعض المستخدامين ما كيب قليل وقت فيني صلي ويقرأ قرآن يقول لك أنا عندي وقت ضيق مسؤوليات نعم هناك طرق سهلة أن تتصبح بسبع تمرات عجوى تمر العجوى هو تمر رفيع المقام من تمر المدينة المنورة اللي لك لم نسبع كل صباح تصبح به ما تشد فيه السحر قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من تصبح سبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر ذاك اليوم ما يشد فيك وانه وبعض العلماء قال لك تمر العجوى هو المطلوب ولكن يرجى أن يعمى ذلك في جميع أنواع تمر يعني أي تمر خذ سبع تمرات في الصباح ربي حفظك خصوصا أيها الأحبة الكرام الحفاظ على أذكار الصباح والمساء لا بد أن نواضب عليها فنبي الرحمة يقول ما من عبر يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاثة مرات لم يضره شيء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم نقول في الصباح نقول في المساء وخلي المشعويدين يديروا اللي يبغوا تحجمها تشد فيك بإذن الله اللي بغى الحماية الكاملة ما عليه إلا بالكلمة الطيبة كلمة سر الوجود كلمة مفتاح الجنة كلمة لا إله إلا الله يقولها كل يوم مئة مرة هذا ما يقع عليه الولو قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه داك حتى يمسي ولم يتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك أعظم شيء هو تقولها ذكر مئة مرة في النهار عندك أجر وتوبح لأعتقتي عشرة دي الرقاب عشرة العابيد والإيماء أعتقتيهم العبودية أقول له أحرار وكتب لك مئة حسنة كل حسنية حسنة وكتبها منك مئة سيئة وعاد إبليس وجنوده ميقر مجلك كانت لك حرزا من الشيطان حتى المساء ما هي بساطة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير نقولها بإذن الله وربنا سبحانه وتعالى يحفظنا ويرعانا ويبارك فينا فكن قل أحدهم الكرام أي واحد بغير يحفظه من الأمراض والأسقام وخطر المشعودين والسحرة خصوصا في هذا الشهر الفضيل يتبع هذه المعلومات ذكرناها اللي هي ببساطة فيها التوكل على الله سبحانه وتعالى وفيها الحفاظ على صلاة الفجر والصلاوات الخمس وفيها تلاوة القرآن خصوصا آية مخصوصة البقرة آية الكرسي المعاودتين وكذلك يتصبح بتمر العجوى ويكتر من أذكار الصباح والمساء وخصوصا كلمة لا إله إلا الله لما القام يدير؟ يبقى يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يقول لم يتمر أو أكثر من ذلك بلا عدد وغادتشوف الحمد لله الصحة والعافية والمناعة النفسية والجهاز النفسي قوي والبركة دي الله تعالى والحسن الحصين عليك وعلى أولادك وعلى زوجتك وعلى تجارتك وعلى صحتك وعلى الأحباب من حولك فلنكتر أيها الأحب الكرام في هذه الأيام من قولنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله محمد رسول الله